انا بتكلم بمناسبة وزارة التموين منذ ايام قليلة جالنا وزير تموين جديد السيد اللواء محمد علي مصلحي واول ما جيه بعد ايام من نخل الوزارة خد قرار باقالة رئيس الشركة القبضة للصوامع الاستاذ محمود عبدالعزيز ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية احلام رشدي اول ما تسمع الاسمين ما نعرفهمش احنا نعرف منين ايه لتوزارة التموين ومين بس فجأة حد يقولك وووو محمود عبدالعزيز واحلام رشدي في وزير يدري يشيلهم كان السؤال الاستنكاري مبرر للبحث وعلى فكرة انا لا يعنيني محمود عبدالعزيز ولا احلام رشدي وهم مش مدنين في حاجة ومش محكم عليهم بحاجة انا هتكلم بشوية ورق صغرنا ما بازلتش جهد كبير لو بازلت جهد كبير هيطلع كتير بس الصغير كبير والوزير عليه مسئولية وعليه مسئولية كبيرة بس اللي هقوله ما ليش علاقة بوزارة التموين بس وانا بدور هو ما لهم في وزارة التموين ما لهم مش مصدقين ان احلام ومحمود عبدالعزيز تشاله السيدة احلام والاستاذ محمود عبدالعزيز قلت طولهم يا جماعة ما نعايز اشوف السيفي بتاع السيدة احلام السيدة احلام اتعينت في 15 ستة سنة 1980 بدوان عام وزارة التموين كان معاها باكريوس تجارة وشعبت محاسبة السيدة دي لو شفتوا هي عضو في مجلس ادارة في ايه هتتخضوا يعني انتو شايفين ده كله انتو شايفين ده كله ده عضويات مجلس ادارة بيتاخد عليها فلوس اقرلكم هبابة كده يعني حاجة على الريحة عضو مجلس ادارة الصندوق الخاص بالعملين بقطاع التموين عضو مجلس ادارة التنمية والاقتمان الزراعي عضو مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للصوامع عضو مجلس اماناء مدينة الشيخ زايد عضو مجلس ادارة نادي الشيخ زايد الرياضي تفويض من السلطة المختصة الوزير في قانون 89 بشأن المناقصات والمزايدات عضو اللجنة الدائمة للوظائف القيادية من الدرجة العليا باختاعية التموين ومش عارف ايه ده والشوان ولا والشؤون حضور الجمعية العمومية لاتحاد الازعاء والتلفزيون رئيس لجنة بحث المديونية المستحقة لهيئة البريد ده فيه حاجات فيها سنوات فاتت رئيس عضو بلجنة فتح المظاريف ولجان البت في المناقصات والممارسات بانواعها عضو بلجنة البت في لجنة شراء العقارات اللجنة الدائمة للتعباء العامة عضو لجنة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعلاج التضخم وتصفية الأرصيدة المدينة والدائمة عضو لجنة الإعداد للمصايف عضو بلجنة فتح المظاريف والبت الخاصتين بالمناخسة العامة رخم كذا حضور اجتماع اللجنة الاقتصادية لنظر تقرير جهاز المركز المحاسبات عضو لجنة حصر المستحقات المؤولين والموردين عضو لجنة جرد كافة الأصناف والمعدات والأجهزة في مركز معلومات التجارة خد عندك ولا تزعل رئيس لجنة المشترايات العاجلة حضور اجتماع اللجنة الاقتصادية لمنقشة خطاعات الموازنة العامة عضو بفريق عمل تم تشكيله مش عارف لمقابلة باسة البنك الدولي سنة 2002 عضو بنجلة الممارسة العامة لتطوير النظام المتكامل بمركز المعلومات عضو بلجنة الدفاع المدني لجنة اعداد موازنة دوان الوزارة لجنة اعداد مشروع موازنة الوزارة رئيس اللجنة الدائمة للتظلمات عضو لجنة العليا للتظلمات في شركة المطاحن عضو باللجنة الدائمة للوظائف القيادية من الدرجة الممتازة أكمل لكم؟ كمل اقتصاصات الوزير يروح الوزير يجي يدخل أي وزير يسلم للسيدة احلام ليه مش فاهم طب السيدة احلام كانت بتعمل ده بلاش آه دي وزارة التموين الشركة القبضة للصناعات الغذائية كانت بتقبض السيدة احلام رشدي كل 3 شهور 18 ألف جنيه لو بيكتب ايه؟ تطبيقا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2014 الصادر بشأن الحد الأخصى لدخول للدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة وربطه بالحد الأدنى والذي ينصف المادة الأولى منه تلتزم الجهات التي تؤدي مبالغ تحت أي مسمى من المسميات للعملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التي ينصرف منها طبقا لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بإبلاغ الجهات التي يتبع لها هؤلاء العاملين أو المستشارين أو الخبراء بما صرفته لكل منهم فورا صارت في هذه المبانة يعني الحد الأدنى موجود بس تصرف فلوس وعرفني طب لما عرفته عملته ايه؟ السيدة أحلام كانت بتاخد أحلام رجد طلبة 18 ألف جنيه كل 3 شهور السيد محمود عبد العزيز اللي ما بيرفقش ما بيفرقش موجود السيدة أحلام 4000 جنيه كل 3 شهور ده مرة مرات عند الورق عند الورق مرعب عزيز 3900 حمد علام 3900 مجد حسين توفيق 3900 علاء مرتضى الأربعة تلاف دول في شاب إبلانة شرب حطر صنف بدل حضور لجنة القمع عن مدة من يناير حتى مارس مجد حسين توفيق علاء مرتضى 3900 رضا نجم 1950 نادية صلاح الدين 1950 أحمد محمد عبد الرحيم 1650 طلعت حسن أحمد 1650 محمود عبد العزيز عامر 2272 جنيه ده عن إيه بقى؟ صرف بدل حضور ومكافئة لجنة السلع كل لجنة كده عندي الجن كتير كده كل ورقة فيها نفس الأسماء ها ده تاخد فلوس طيب في حد يعرف يعمل المهام دي في مسؤول في الدنيا يقدر يبقى عضو في اللجن دي كلها خدوا بالكم احنا عملنا الجن دخلنا فيها ناس من وزارة الاستثمار فرحت وزارة الاستثمار رد عليهم وعملانهم لجن ومدخلانهم في وزارة الاستثمار قبجنا قبجك أنا قلت إن ده غلط ورق راسمي الدفاتر دفاترنا واللي اختامنا اختامنا طيب وانت نستاجل على السيد محمود عبد العزيز ليه وجبت سيرته ليه سيد محمود عبد العزيز في عهد السيد محمد مصلحي برضو تم علي مصلحي قبل الثورة مباشرة اتكتب فيه تقرير زي الزفت خلي علي مصلحي ده يتنطط وهو وزير كده من مكتبه ويقول الجدع ده ما فيش طريقة لفصله الرجل ده ينتدى من المكان اللي فيه هو ماسك مدرية كفر الشيخ ومدرية اسكندرية ومكتوب في تقرير تودي بده قال إذا ما كانش ينفع يتفصل هتوقع عدو في دواني الوزارة راح دواني الوزارة اتناسى لما جي سيد جودة عبدالخالق وزير جات السيدة احلام وعرضت عليه ان يرجع السيد محمود عبدالعزيز ايه اللي حصل بقى وراح لنيابة الإدارية واتحقق معاه وكانت كارسة يعني بس ما وصلتش للفصل انا ما قلتش انه فاسد انا مش هتاهم حد لان القضاء اللي يتاهم بس انا بقولوك الورق اللي قدامي بعضه مفزع وكثير منه لسايد كان مسك مدير مديري التموين كفر الشيخ انتوا عارفين اترقى ايه في 12 ابريل 2011 السيد جودة عبدالخالق وزير التموين اصدر قراره بتعينه عضوا في اللجنة الدائمة للوظائف القيادية في الدرجة العريق وراح مديره ايه مدير عام ده جنب السيدة احلام مباشرة جي محمود عبدالعزيز دخل اللجان تاني والعضويات والدنيا اشتغلت خالص انا مش عايز اقرلكو ورق وضايا وقتوكو في يوم زي ده انا بس كانت السيدة احلام يعني عايز اقرلكو تأشيرة في لغة في منقصة الجهات الرقابية بعتت للسيد الوزير في هذا الوقت بقى ده بعد الصور وقالت له ان فيه منقصة عامة طرحتها الوزارة لتوريد وترغيب وتشغيل وضمان اجهزة خوادم الشبكة واجهزة حاسبات قلية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لما تعرضت الاجهزة الرقابية عرضتها على السيد الوزير السيد الوزير قشر فورا ينفذ القانون وتلغى المناقصة واضح انه كانتها بيعمل عملية على نفس المذكرة اللي دخلها للسيد الوزير اللي ماضي عليها السيد الوزير باتمام المناقصة تاني بعد ما تلغت شوف اللغة والمخطبة معالي الوزير صباح الفل والنرجس والياسمين مليون سلامة لسيادتك كنت اتمنى ان اقلق الصباح على ما عليكم لكن وصلت للمستشفى لحظة الدخول في العملية جميع من في الوزارة في انتظار سياداتكم حتى زرعها وحيطانها طبعا صوت عصافير بيشقشق ورايا عشان تبقى الدنيا رومانسية اكتر الله يكون في عونك سيادة الوزير مرة اخرى السيد اللواء محمد علم صلحي اول حاجة عملها دخل على الاثنين دول مع واحد منهم كان مسك الصومة بتاع الامح اللي فيها المصيبة الموجودة بس هو السؤال احنا عندنا الاجهزة الرقبية موجودة والحمد لله هي الاجهزة فين لما الناس دي بتيجي يجي وزير ويتعين ويبتدي يروح لنفس الناس الموجودين من سنة الثمانيين حد يفضل من سنة الثمانيين بس كل المناصب دي مش حد يجي قلق والدنيا متكتفة زيادة عن اللازم طب اللي في وزارة التموين ده في كل وزارات مصر طب كل المبالغ دي بتطلع يا سيادة رئيس الوزراء حتى هذه اللحظة ممكن تسألونا الفلوس دي بتجي من اين انت عارفين ان كيلو الطماطن بيتحمل عليه الحاجات دي كيلو البامية بيتحمل عليه الحاجات دي وحن قاعدين نسرخ ونقول لازم نحمي الناس اللي تحت لازم نلحق اهلينا الفلوس اللي قاعدة البلاعة اللي ما بتسددش دي واحدة تطلع الفلوس دي كلها وانتو عاملين حد قدنا وحد اقصى ليه الحل مش في اللواء الحل في القانون الحل في الضمير في من يستطيع ان يطبق القانون ويصعب عليه الناس الغلابة اللي في البلد دي حد حيقول لي انتو مزيعه بتاخد فلوس انا باخد فلوس انتو مالكو انا بشتغل في مكان بديني فلوس ولكن لما البلد دي تحتاجنا نرقبت للبلد اللي بيشتغل قابل براتبه يعمل بيه الموظفين الغلابة اللي في وزارة التموين لما يسمعوا الكلام دي يجي لهم اهرة مجموعة واحدة قاعدة تاخد كل الفلوس بكل البدلات والوزارات منفضة على بعض انا مش عايز اقول لكم ان فيه هنا عساكر زباط الحراسة كل ده اللي بطلع لهم الوزارات فلوس بشكل غير خانوني رغم ان وزارة الدكلية عادية تعليمات ان كل زابط يتصرف له مليم لانها بتعبضهم وبياخدوا كتير لازم يغتر وزارة الدخلية ترجمة نانسي قنقر